تسعى البنوك أيضا من خلالها لسحب فائض السيولة من الأسواق مما ينعكس على السيطرة على التضخم ومن المتوقع أن يؤثر قرار رفع الشهادات الاستثمار في القطاع العقاري مما تضعه في أزمة كبيرة خلال الفترة المقبلة متوقعا أنه يكون هناك تراجع كبير في المبيعات والتأثر في الأداء لشركات العقارية والقطاعات الاستثمارية وأشار إلى أن رفع قيمة شهادات الاستثمار كانت أعلنتها بنوك مصر والبنك الأهلي وبنك مصر وأصدر الشهادات لمدة سنة بعائد 25% يصل ويصرف نهاية السنة وكذلك بدورية عائد شهري بنسبة 22.5% إلى 22% سنويا من اعتمار من اليوم الحالي أما ما توقعه الخبراء إلى أن تتجه مصر إلى تحريك سعر الفيدة وخفض الجنيه هذا أمر جعله الخبراء والمستثمرون تحت النظر فهناك خفض في سعر صرف الجنيه ومحاورة سرعة الحصول على قرد جديد من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات قرار الفيدرال الأمريكي بزيادة سعر الفيدة بنسبة 75% وهذا يوم الأربعاء وذلك للحفاظ على ما تبقى من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة ومحاولة جذب المزيد منها لمواجهة الفجوة التمويلية خلال العام الجاري وهناك اجتمعت اللجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي لمناقشة سعر الفيدة مرة أخرى وذلك بعد تثبيت السعر في آخر اجتماع له خلال الشهر الماضي وقال الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى تحريك أسعار الفيدة أو خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى 30 جنيه لمواجهة قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي بزيادة سعر الفيدة 75% أساس وذلك للحفاظ على ما تبقى من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في مصر وللحفاظ ذلك على قدرة الاستثمارات والاستدالة الخارجية وهي ضرورة في الوقت الحالي لسداد الديون للقرد البنك المركزي وهناك التزامات للدولة الخارجية والتي تقدر بـ 60 مليار دولار خلال العام المالي 2023 خرجت من مصر استثمارات أجنبية غير مباشرة بلغت 20 مليار دولار في أول أربع شهور من العام الجاري بحسب تصريح لرئيس مجلس الوزراء المصري وأضاف أيضا إلى هناك أن مصر تواجه فجوة تمولية خارجية من خلال المساعدات الخارجية والحصول على قرد جديد من صندوق النقد الدولي وحال اجتمال تدفق هذه التمولات سيتبقى أن مصر تواجه فجوة بحوالي 26 مليار دولار وذلك سيتطلب اقتراض من الخارج بأسعار فايدة مرتفعة لتعويض ارتفاع مخاطر السداد وفي هذا الوقت تنتظر مصر نحو 22 مليار دولار استثمارات وتمويلات من الدول الخليجية مقسمة بين 5 مليار دولار وهناك أوضعتها المملكة العربية السعودية في البنك المركزي المصري و10 مليارات أخرى قد وطعتها قطر استثمارا في مصر و2 مليار دولار من صندوق أبو ظبي السيادي وهذا الذي اشترى به حسصا في البورصة المصرية وتابع أن الحكومة المصرية تركز في جنوب وبينما يذكر الاحتياط الفدرالي يوضح بتفضيل الأسواق عدم تصديقه بغض النظر عن مدى تشدد ذلك البنك الاحتياطي فإن السوق لا يزال يتوقع بعد التيسير حيث أن السوق يكون بالتسعير بناء على توقع استمرار التضخم في الإنخفاض وأن قطاع التوظيف سيظهر بطباطء أكثر وضوحا والاحتياط الفدرالي أيضا سيتجه إلى خفض أسعار الفيدة في وقت أكبر من التوقعات وهناك تعتبر الوظائف غير الزراعية مهمة إشارة إلى الزيادة في الوظائف إلى أن القطاع لا يزال قويا حتى أثناء التباطء الاقتصادي ويفيد هذا البنك الاحتياطي الفدرالي أن التضخم لا يزال يمثل خطرا على الاحتياط الفدرالي ولا ينبغي أن يكون التوظيف عائقا في حالة التحفيز كما أوضح البنك المركز الأوروبي الذي رفع أسعار الفيدة بمقدار 50 نقطة أساس أنه سيرفع أسعار الفيدة بمقدار 50 نقطة أيضا في مارس على الرغم من أنه راضي جدا عن انخفاض التضخم إلا أنه غير مقتنع حتى الآن بأن الانخفاض سيستمر وأن سيكون بتقييم الوضع في مارس مع رفع سعر الفيدة بمقدار 50 نقطة إذا كان معدل التضخم 8.5% أو أقل من ذلك ويمكن تخفيض معدل الزيادة في أسعار الفيدة إلى 25 نقطة أساس في الاجتماع التالي وذلك بعد أنه كان انخفض إلى 95 في ستمبر الماضي إلى 11% يوم أمس حيث الارتفاع السريع للمرة الأولى في المستوى السفلي بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وهذا في شهر نوفمبر وارتفع السعر أيضا إلى 1.5% مع إعلان بنك الاحتياط الفيدرالي وأنه سيضغط على المكابح وانتهاء العام عند 1.7% وهناك توقع أيضا رؤية المستوى 1.10% بهذه السرعة إلى أن الارتفاع الذي اكتسب زحاما بعد اجتماع بنك الاحتياط الفيدرالي يوم الأربعاء تراجع يوم أمس بتداول 1.9% اليوم وأشار أيضا إلى أنه مع انخفاض قيمة الجنيه المصري تصبح الوردات أكثر تكلفة وهو ما يسبب أزمة تفشي عدم على مستوى الدولة كلها ليظل إنتاج المزيد واستهلاك أقل خاصة من الخارج وبحسب التقرير تعاني العملة المصرية من خفاضات متتالية فيما تحاول البلاد التخلص من إدمانها على الدولار إذن خفض الجنيه مقابل العمر الأمريكية بنسبة 40% وهذه أحد أسوأ أداة العملة في الأسواق الناشئة العام الماضي وبدأت قيمة الجنيه المصري العام 2023 في الانخفاض بأكثر من 7% ووفق التقريرات تجد مصر صعوبة في تأمين العملة الصعبة في وقت لديها 45 مليار دولار من مدفوعات الديون المستحقة هذا العام وذكر التقرير أيضا أنه مع الحرب الروسية والأوكرانية أيضا سحب المستثمرون الأجانب 22 مليار دولار من مصر في حين أدى ارتفاع سعر الفايدة في الغرب إلى جعل مصر وجه أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب وحسب التقرير يعتقد الخبراء أن نتائج الإيجابية ستظهر عند تطبيق مصر سياسة التكشف وتحصل على مساعدة إضافية من دول الخليج حتى تنتعش مصر في هذه الأزمة وأضيف أنه كان ينبغي تحقيق وفرة في العملة الأجنبية واعتقد أن السلطات النجدية تأخرت كثيرا في اتخاذ القرار الذي كان ينبغي اتخاذه عند مستوى 25 جنيه للدولار لا بعد مستوى 32 جنيه الذي وصل عليه في الأيام الماضية وقال خبراء الاقتصاد أيضا أن مصر لم تكن أمامها بدائل عن قرض صندوق النقد الدولي ولا يوجد تعويم آخر خلال هذه الفترة والذي قال أن الأسعار قد تنخفض خلال هذه الأيام وشهور المقبلة في ظل توجهات الرئيس المصري الذي وعد بحل الأزمة خلال شهرين من خلال الإفراج عن البضائع الموجودة في المواني وهذا ما يكشفه خبراء الاقتصاد أن البنك المركزي يدخ سيولة دولارية بشكل مستمر للإفراج عن السلع المتراكمة في المواني والإنتاج حرصا عنها على عدم توقف العملة الإنتاجية وهو ما تم تكوين مجموعة من عمل البنك المركزي ووزارة المالية لوضع هذه السيناريوهات المختلفة لكيفية سد الفجوة الدولارية في موازنة هذه الأزمة الدولارية وفيما يتعلق بإجمال التدفقات العملة فإنه سوف يكون سد الفجوة الدولارية إشارة إلى أن الحكومة المصرية تقوم أيضا بصورة دولية بموافقة متابعة هذه الموارد واستخدامات النقد الأجنبي الذي وصل إليه بالتنسيق مع البنك المركزي ترجمة نانسي قنقر